اشتركوا في القناة وكسر في الدرعان الاتنين وجروح في الدماغ الكلام ده غير صحيح هي كانت الدخول بالحاجات اللي أولا حضرتك يا إما كارنيك جامعة يا إما بطاقة الترشيح زياد إيصال السداد مع البطاقة الشخصية بتاعتها عشان تأكد أن الاسم اللي موجود في الإيصال هو نفس الصحب الشعب حتى لو هو مثلاً كان ناسي البطاقة في البيبس مع الإيصال حعرف منين هو حعرف منين هو ما يتعرش حعرف إزاي يعني قرده واحد مكتوب في الإيصال بتاعه محمد محمود مثلاً طب حعرف منين ده محمد محمود ويبقى إحنا قلنا في بعض المضبطات اللي إحنا دبطناها حالات تزوير وحالات مزايفة كتير ناس بتبدل قرنات ناس بتحط صورة على حاجة في مجموطاتها كده حالات تزيب وحالات مزايفة طب أنا كنت روحت جامعة القاهرة بزيد وكانت أكتر جامعة فيها مزاهرات بعد جامعة الأزهر يعني أنا شفت البنايات وكانت رابعة والكلام ده كان ده مكتوب موجود بشكل كبير جداً متفسير السنة دي؟ دا كان من حوالي سنتين أول تمام إذا تصرفتوا معاس داي ودرتوا تلموا للموضوع أول حاجة منعنا دخول الناس اللي هي غريبة عن الجامعة اللي كان بتخش تسعيدهم جوة نمر اتنين إن إحنا قدرنا الشوم والحاجات اللي كانوا بيخش وتستخدموها والأدوات دي نحنا نمنحها من الدخول الشريف خلاص إيه شركة فالق الأمن الحقيقة المؤتمر الصحفي اللي كنا عميليه النهاردة كنا بنقدم تشفي حساب لنفسنا عن العام الدراسي اللي فات قلنا إيه عملنا مقارنة من العام الدراسي السابق والعام الدراسي السنة دي شفنا الفرق كان إيه قلنا إيه الحاجات الصعبة اللي مرينا بيها الإنجازات اللي قمنا بيها المضبوطات اللي قمنا بيها الحقيقة أنا عن نفسي راضي جداً عن أداء الزملائي في الشركة في الفترة دي وأكبر رضا بالنسبالي إن الحمد لله مش عايزة أقول يوم اللي مفيش محاضرة تلغت مفيش يوم دراسي تلغي احنا ستالي اللي فاتت كنا شهر ونص دراسة متوقفة زائد الجزء الثاني 32 فنمئية من المحاضرات كان ملغي فده كان مقصود بيه النهاردة ونرد على بعض الشائعات اللي طلعت اللي قال دول اللي بينتموا للجاعة معينة أو فقه معينة أو رجل العمال معين أو دول غير مؤهلين أو غير مدربين والشركة دي جات فجأة عشان كانت أمنت حملة حملة رئاسية فطلعوها فجأة فقدت بقول بس تاريخ فالكو ايه في التسع سنين اللي احنا فيه المنافسة من شركة فالكو من شركات القفرة كان عنها أكتب وين الصعوبات اللي بتوجهكم من الشركات دي أو والله احنا لنا فلسفة مختلفة احنا بناهتم قوي بالعنصر البشري وتدريب العنصر البشري وانحنا نشوف أحدث حاجة منوجودة العالم في العالم في مجالي الأمن فأشكده احنا لنا منهج مختلف شوية فمش يعني يعني محترم لكل طبعا فيه شركات كبيرة محترمة أو في مصر لكن احنا وغدين نهجة معين كده فمش هنقدر نعمل المقارنة اه الانجازات بقى شركة فالكم عام 2014-2014 وكل الجماعات والتأمينات الزيزة يترينها 2014-2015 اه لان 2013-2014 الحمد لله زي ما قلت لحضرتك ان احنا هون نهاردة احنا عاديين مع بعض ونهاردة اخر ازواء في الانتحانات العام الدراسي مرة على خير ما حصرش فيه اي حاجة احنا شفنا السنة اللي فاتت اه ده خطرة بتتضرب وممتلكات بتتحرق شفنا خسار بالملايين شفنا طلبة مصابة شفنا حالات وفيات كتيرة قوي الحمد لله السنة دي ما فيش اي حاجة منها شفنا